غبنا مديدة ورجعنا من جديد باش نحكيوا اليوم في كلام الزين على تشيكي فارا ما انتي قتلي فما اميساج دغياغ لاحديث على تشيكي فارا بتبعا مش نحكي تشيكي فارا اللي حكيوا عليه برشا ناس وفنانين برشا غنيوا عليه ومانه المناثر الثوري تشيكي فارا لكن فيوس الحكيه ذي فما عبرة من شاء ناخدوها منها يلا دونك توتسويت باش نحكي وديوغ ديوغ مواقفوا اليوم من هذا معناها الناس ما زالت تحكي عليها طبعا مواقفوا تاو حتى تراند تراند تاو على الفيسبوك وعلى واحد قصن كلمة مطيعه الشهيرة في منظمة في الأمم المتحدة وقتلي خلاج قلهم الوطن او الموت الوطن او الموت كلمة تيمارك اخسر خطاء في الستينات وفي فترة الاقلاقة اللي كان عملها المناثر الثوري الكوبي الارجنتيني المولد تشيكي فارا والتأثير الكبير اللي كان سبب فيه هو والمجموعة اللي معاه واللي ولا مطلب القبض عليه وإعدامه مطلب حكومي ضروري أكثر من جهة سواء في محيط امريكا جنوبية ولا زادة خارجها الرجل البسيط اللي كانوا زير وقرر يرجع صفوف الناس العادية تشيكي فارا ويحارب معاهم على حقوقهم اختفوا قلوب البسطاء مش ولاد بلاد وبرك أما من كل دول العالم وشافوا فيه رمز الخلاص من كل ظلم واحتلال وقسوة حتى مع الاخصية اللي تكبدتها مجموعة جبارة اللي وصلت لدرجة أنه مقعدش منهم كان 16 شخص أكهو أما مرخوش وقعدت فكرة القضاء عليهم حلم كل المسؤولين الحكوميين في أكثر من دولة حتى نجيت لحظة في قمة الألم والعبث في نفس الوقت من أكبر المشاكل اللي كانت تواجه الدول اللي حبها تقضي على تشيكي فارا ومجموعته هو الإخلاص اللي لمحدود للمواطنين العاديين مستحيل أنه أي يستجواب لأي مواطن يجيب نتيجة مهما عذبوه بش يقول أي معلومة على المناظل ورجاله وين متخبين حتى هنا كل شيء واضح أما الحكاية الغريبة صارت نهار 8 أكتوبر 1967 فمراعي غنم بسيط في بوليفيا نمشي لمركز الشرطة وقال لهم عندي معلومات على جيفارا ونحب أن أبلغ عليه وعلى جمعته بالطبيعة الشرطة البوليفية ما أخذتش كلمه أنا ما أحمل جد وظنوا اللي يحب يشتلهم أفكارهم خاصة مستحيل أنه مواطن في راحة الله أكبر يمشي يصبه بجيفارا الموضوع كبر وقت تلقاه الراعي شاد صحيح في كلامه والموضوع زاد كبر أكثر وقت اللي وقع أبلاغ قيادة الجيش البوليفي بالحكاية اللي قررت قيادتهم بش يتعاملوا مع بلاغ الراعي بشيء من جدية وعلش ليه جابوا الراعي شنو الموضوع اللي عندك قال لهم رأوا جيفارا ورجالهم متخبين في كهف من الكهوف في الوادي اللي نسرح فيها بالغنم التاعي قداش عدادهم مانيش متأكد بالضبط أما ما يفوتوش العشرين هنا يبدأ يولي كلام الراعي متوافق مع المعلومات اللي عند البوليفيين أيوا الكلام هذا أقرب الحقيقة على خاطر جيفارا مقعدة معاها كان 15 و16 محارب كان طالد قررت قيادة القوات البوليفية باش ياخدوا 1500 جندي ويطلوا على الكهف باش يجيبوا جيفارا ولي معاه بسهولة وسرعة تضحي لكلام الراعي صحيح مليون في المئة وديت معركة صعيبة قاعدة 6 سوايا كاملين مات فيها كل أفراد مجموعة جيفارا ومقعدة كان هو وقعد يحارب لمدة 24 ساعة قبل ما يقتلوه فهم ضابط بوليفي اسمه ميجيل كان من ناس يتبع واتتارت في جيفارا واخذيت الحكاية من عمره عنده سنين من اللي حب يقضي على جيفارا وتقعد أهم لحظة في حياته لكن ما حسش بالنشفة وقعد في باله سؤال مهم مهم برش حب يعرف إجابته علش الراعي صب المناظل اللي يفتنع عمره ويدافع لحقوقه الفقراء والمضتهدين لكيفه الضابط ميجيل اللي من المفروض يكون فرحان أن يقضي على جيفارا عاية للراجل الثوري أخط الراجل الثوري في العالم الأهم عنده تول إجابة على السؤال مش جيفارا بالفعل قابل ميجيل راعي لغنم وسأله السؤال بشكل مباشر علش بلغتها لكيفارا الراعي يجابه بغير تفكير وقال على خطر صوت الكرتوش اللي كان في كل مرة يتصادم فيه جيفارا مع الجيش ولا الشرطة يقل قولي لغنم تاعي الضابط ميجيل تتزم اللي يجابه وسأله هذا هو سبب؟ الراعي يجابه هذا هو سبب أكا هو هنا جيت للضابط ميجيل لحظة صمت غريبة وخرج للبلاسة الموجود فيها جثة جيفارا وقعد يتأمل فيها برشة وجيعة وقال له للأسف مش كل اللي انضحيوا على خطرهم يستحقوا هذا الشرف قال الجملة هذه وحيا جيفارا اللي المفروض عدوه واللي المفروض يكون موته وأسعد لحظة في حياته العبرة أن التضحية في غير محلها هدر صحة ووقته مشاعر شو معناه نعرض روحي لأي موقف لحد التضحية بحياتي بخلاف التنازلات والطرف الثاني ويقف يتفرج الاستعداد للتضحية شيء في قمة النبل أما كيف يبدأ توجيهها غالط في وقت غالط والشخص غالط يولي حاجة أخرى وما يدفع حقها كان الإنسان اللي يضحها بروحه على خاطر الناس ما تستهلش حكاية وراها عبرة جستما وهنا صرحت مع المساج الخريني أستاذ ولي خلينا لازلنا ندرس وزيد علاقاتنا هي الحكاية معناها ظرفية ممكن وعندها في وقت معين مع ناس معينة ولكن هنا نجب أن ننظروا للعلاقات الإنسانية بصفة عامة وانت ضحها لخات العبيد ساعات خمم في روحك شوي اكزاكتمو هيدا هو نحكو على سيمة الأبطال وقتها ما عادش نحكو على سيمة الأبطال شي جيفارا خسيون ليجاند هو عرض ما خمم أنه يستنى في مقابل من الناس أنا مقصدش على جيفارا الحكاية على جيفارا منها برشاقة انت تتدخل بالحق منها تكسحها جيفارا كيف ضحها وعطاها من عمره وزير يخرج من الوزارة يقولهم أنه محشيش بالوزارة تاوزارة ويمشي حار مع الناس بالبندوقية ما نمشي أحارب حتى في الثورة الجزائرية ما نحارب بالبندوقية على خاطر الناس ما هوش بشي لوج على رائع أما أخذر أنت الرائع خذي قلقوله في الغنم متاعه بالكرتوش كي بدأوا تحاربه أذيك عليش ما نمشي أقوض بي الحس هذا سمعنيه برشا معز تعبنا نفسينيا جزما هو رجعته وضرب مرة أخرى والقصف على قطاع غزة وعلى الأراضي المحتلة مناسبح النور هاكا تخلي بالتدخل الرشيق نعودها تدخل الرشيق نرجع بعد شوية بيش نحكيه في حكاية جديدة اليوم بيش نرجع ونحكيه على سقوط غناطة أنا بنسبة لي التاريخ ويعيد نفسه كل ما سمعنيها تاوى ليمت هذي برشا اللي هي لا كلمة تاريخ ويعيد نفسه تسمع لها برشا وعنده علاقة كبيرة معنى سقوط غناطة عنده علاقة كبيرة بالقاعدة